اشتركوا في القناة المستكبرون والمحتلون هذه الايدي كلها اشتركت المحتلون المستكبرون المتطرفون الخوارج في صنع هذه الجريمة احنا عدنا وظيفة او ما عدنا وظيفة نمر على هذه الفاجعة مرورا لا مبالاة اكو هنالك حديث ما من مؤمن خذل مؤمنا خذلان يعني لا مبالاة وهو يقدر على نصرته تشوف هذا واحد يضربه ظلما في الشارع وانت تقدر تدافع عنه بكلمة بموقع الا خذله الله في الدنيا والاخر خذلان الله واي خطير احنا كل ما عدنا من الله عدنا اذا الله يخذ الواحد وان يخذ الكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده اذا الله قطع فيضه وامداده اذا هذا خذلان مؤمن فكيف بخذلان اهل البيت احنا ما نقول يا ليتنا كنا معكم احنا ما نقول نخاطب الامام المهدي صلوات الله عليه بتعجيل الظهور وندعو بالتعجيل خذلان اهل البيت خذلان يعني واحد يمر بلا مبالاة ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ الجواب اهم شي ان نقرر ان نعمل هذا هو المهم قرار ان نعمل وقرار ان تعمل هذا هو المهم قرار ان تعمل يعني شنو؟ ما يحتاج واحد يقول لنا ماذا تعمل؟ ان تقرر ان تعمل تعمل تنفتح امامك الطب واحد يقعد يفكر شنو يجي مني؟ ماذا اتمكن ان اعمل؟ لرفع هذه الظلامة عن اهل البيت رفع هذه الظلامة مظهر من مظاهر التولي مظهر من مظاهر التبري مظهر من مظاهر المودة في القربة واحد عنده ابن مريض يقول شنو اعمل؟ ابن وضع خطر مصاب بالداء الخبيه والعياذ بالله ما يحتاج واحد يقول لك ماذا تعمل ان تقرر ان تعمل هذا الاب اللي عنده ابن مريض يركض ليلة نهار يراجع الاطباء في البلد يسافر الى خارج البلد كان اكفت واحد مريض اخو باع بيته لعلاجه اخو الان اخو موجود باع بيته لعلاجه لان قضيه مهمة لانه قرر ان يعمل قرار ان نعمل كل واحد يقرر ان يعمل يفكر ماذا يأتي من العالم بعلمه يتمكن يألف كتاب حول سامراء او حول البقيع البقيع الاول والبقيع الثاني البقيع ايضا تشكو الظلام والجفاء العالم بعلم العالم مو يعني رجل دين اي شاب يتمكن يكتب مقالة ملايين المقالات يمكن ان نكتبها وننشرها ما بيمقول مؤثر المؤمنون في البلاد الغربية في اوروبا في امريكا لهم دور كبير في هذه القضية هذه التحركات اللي جرت في هذه الفترة الاخيرة تحركات مشكورة ومذخورة الاعتصامات التي حدثت المظاهرات التي حدثت هاي مؤثرة هؤلاء لهم دور كبير في مواصلة الضغط حتى يتم رفع هذه الظلامة عن البقيع الثاني وعن البقيع الاول الفنان بفن الشاعر بشعر كل واحد يجب ان يفكر ماذا يتمكنه اي اعمال هذه القطرات اذا اجتمعت تكون شيئا كبيرا وهذه الاعمال ان شاء الله كلها ذخيرة للاخر اشتركوا في القناة